اه فجي كابتن محسن صالح بقى اه ما مسك الاسماعيلي مسك الاسماعيلي اه كابتن محسن صالح الواحد كانت اتدرب طبعا مع مدربين كتير وكل حاجة ولكن كابتن محسن صالح غير فكرنا كلاعبين يعني ايه مدير فني كابتن محسن صالح كان صاحبنا وكان مديرنا الفني وكان اخونا وكان المدرس جمع كل الكلام ده كله في شخصية واحدة المدرس اللي معاه العصاية والمدرس اللي ممكن تعايت وانت معاه كابتن محسن صالح ده بكوش سأولتنا ادي انا كنت بسميه السيو وهقولك ليه سميته السيو بس هنا حنتوقف في جزئة ممكن كنت بقولها النهاردة في الانترو مش شرط انا اجيب مدرب اسم كبير قوي وبش قريب من اللعيبة بتاعته مش مجرد ان انا ايه زي المدرس في الفصل اكلم مع طالبة ومساولهم وماشي بعد كده لا ده لازم ده كان بخش في داخلياتكو بقى وبيتكلم معاكو كابتن محسن اه مش عايز اقولي يعني اهنا كنا لما بنتخانق مع صاحباتنا والامرطاتنا كنا بنقوله وصل الدرجات طبعا وهذا زكاء من المدرب ده زكاء زي ما كابتن جوري كان بيعمل كله معنا كابتن محسن كان بيعلمنا بتعامل ازاي في الحياة مش الكورة بس كورة والحياة يعني كان دايما يعني مسلا حداك عارف اكيد ان احنا دايما الصبح دايما كان بيبقى فيه التمرينة الخفي التمرينة بتاعت الصبح دي اللي بتبقى دايما التمرينة قوية البدني البتاع فنيجي مع الكابتن محسن نقوله إيه الأخبار يا كابتن النهاردة في حاجة يقولك عندنا دبوس 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 صفير قد كده إسلام دبوس صفير قد يا كابتن محسن دبوس وفعلت هي 35 دقيقة 40 دقيقة وفيها الشيف هي اللي بتوقفك طول فكان وبعدين إيه كان كابتن محسن كان زكي شايف إن الدنيا هنا عاملة كذا وإن إسلام جاي متأخر مثلا ممكن يعدي لك حاجة بسيطة جده عشان يبعد كده يقولك أنا عملتلك فخلي بالك يعني أنا معلم عليك كابتن محسن كان من المديرين الفنيين اللي واحد تعلم منهم حاجات كتيرة جدا 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 كل حاجة العلامة اللي سابها محسن صالح في إسلام الشاطر إيه هي كيفية التفكير في المستقبل وإنت لعيب كورة وإنا لعيب كورة دي حقيقة كابتن محسن كان دايما يقول لنا هتلعبوا وحتتبسطوا وحتتشتموا الناس هتتبسط بيكو هتبقوا نجوم وحتاخدوا فلوس والفلوس هتخلص هتتجوزه وحتخلفه وحتعمله لكن وبعدين فكان دايما يخلينا نفكر اللي طور عندي الموضوع ده منول جوزي بعد كده لكن كابتن محسن لا كابتن محسن ده أول بطولة هتوها معه إيه كاس مصر الكاس كان الأول الكاس وبعد كده الدوري تخلي بالك احنا وصلنا مع كابتن محسن مرة نهاية أفريقيا ده المجموعة اللي كانت موجودة قولينا كده على الأسامي كده ريدا سيكا من الشمال ريدا سيكا كابتن ريدا سيكا كابتن أيمن الجمل كابتن سعدة عبدالباقي ماما دوكيتا كابتن حمام إبراهيم ده واحد من أحرف اللعيبة طبعا من أحرف اللعيبة اللي واحد شافهم بركات سيد عماد عماد النحاس سيد معوض إبراهيم فرج جول كيبر جول كيبر كان من الأوليمبي برضو محمد يونس محمد يونس كان من أبناء النادي الإسماعيلي دي الفرجات مع كابتن محسن الصالح آآ آآ تقريبا ده القوامل اللي كان أكتر الوقت مع كابتن محسن أول بطولة خدتوها وانت في نادي الإسماعيلي خدتي كام؟ خدت كام فلوس؟ آآ شيت دي صعبة دي يعني آآ خدنا كام مش فاكر والله كافر ألف جنيه يعني ألف ومتين ألف وثوثمائة جنيه حاجة يعني بعد الدرائب ألف جنيه حاجة كده مش فاكر برضو عشان مدبعتش من جيبك بقى انتهي لا مدبعتش من جيبك بقى انتهي